السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات electronic circuits 2. باذن الله في المحاضرة دي هنشرح لfrequency response. وهنركز على الfrequency response الخاص بالبي جي تي. بس الاناليسيس بتاعة الfrequency response الخاصة بالبي جي تي او المصفت لتنين تقريبا نفس الاناليسيس ولكن في اختلافات بسيطة جدا. طيب في البداية كده يعني ايه response او انا ليه بعمل الfrequency response analysis للامبليفاير. لما شرحنا في المحاضرات اللي فاتت ازاي نجيب الفولتش جين بتاعي الامبليفاير. كنا دايما منقول ان الجين بتاعي كونستانت. يعني ايه كونستانت يعني القيمة بتاعة الفولتش جين لا تعتمد على الفريكوانسي بتاعة الامبوت سيجنل. طيب ده معنى ايه? لو جينا نرسم رسمة بسيطة كده. على الواي اكسس هنا الفولتش جين وهنا الفريكوانسي فانا عندي الفولتش جين سابت مع تغير الفريكوانسي. يعني ايا كان الفريكوانسي بتاع الامبوت سيجنل الفولتش جين بتاعي سابت. طيب ده معنى ايه? ده معنى ان الباندويتس بتاعي بيكون انفاينايت. طيب ايه هو الباندويتس? الباندويتس هي مجموعة الفريكوانسيز اللي الامبليفاير ده بيكبرها. يعني مثلا انا لو قلت الامبليفير ده بيكبر لحد ال-F-High ال-F-High هو ده ال-High Frequency اللي بعده الجين بتاع الامبليفير بيكون قليل أما قبليه بيكون الجين كبير طيب واپوا بيبدأ من ال-F-Flow ال-F-Flow اللي قبلها الجين بتاع الامبليفير بيكون قليل أما بعد ال-F-Flow الجين بتاع الامبليفير بيكون كبير فده كده بيقول عليه هو ده البندويتس مجموعة الفريقوانس strategic اللي الامبليفير بتاعي بيكبرها بشكل كويس. طيب لو انا قلت ان الجن بتاعي كونستانت سابت ولا يعتمد على فريكوانسي معنى كده ان البند ويتس بتاعي بيكون انفاينايت. وده غير موجود في العملية اللي عندي. ان البند ويتس يكون انفاينايت. لا طبعا. طيب. البند ويتس اللي عندي بيكون عبارة عن ايه? انا زي ما هو واضح كده في الرسمة دي. الواي اكسس بتاعي اللي هو الفولتش جين. الفي نوت الفي اوتبوت على الفي سيجنال. ودي الاكسس هو الفريكوانسي بتاعي. انا عندي فيه. بنبدأ بالف لو. اللي هو فريكوانسي اللي هو بداية البند ويتس بتاعي. يعني قبليه. الجين بيكون قليل زي هما هو واضح كده. بعد الف لو. لا بيكون الجين بتاعي الماكسوم بتاع الجين بتاعي. طيب. وانا عندي في النهاية الهاي فريكوانسي. الاف هاي. قبليه انا الفولتش جين بتاعي عالي. ولكن بعدي الفولتش جين بتاعي بيكون آآ قليل. فده كده من الاف لو للاف هاي. ده كده البند ويتس بتاعي. طيب. يا ترى اللي لما كنت بجيب الفولتش جين في المحاضرات اللي فاتت كان بيكون ثابت. كان بيكون ثابت. لان ما فيش اي element موجودة في الاناليزيز بتاعتي القيمة بتاعتها بتعتمد على الفريكوانسي يعني ايه يعني احنا كنا بنعمل ايه كنا بنقول ان كل المكسفات ملغية بنخليها short circuit وانا بعمل AC analysis بيتبقى لي المقاومات والترانزيستور بتاعي ببدله بالموديل بتاعه طيب المقاومات القيمة بتاعتها سبتة دايما مع اي فريكوانسي والقيمة بتاعتها لا تعتمد على قيمة الفريكوانسي اللي عندي طيب لو انا هدخل الكاباسيتور ده معايا في الاناليزيز بتاعتي هنا بقى تبدأ المشكلة ليه لان قيمة المكسف بتاعي القيمة بتاعتها او المقاومة بتاعتها اللي هي XC بتعتمد على الفريكوانسي 2xfc معنى كده القيمة بتاعت المكسف او المقاومة بتاعت المكسف بتعتمد على الفريكوانسي طيب زي ما هنشرح كمان شوية انا عندي فيه كزا نوع من انواع المكسفات اللي موجودة في السيركيت بتاعته زي ايه الكابلينج كاباسيتورز والبيباس كاباسيتورز دي المكسفات اللي موجودة في الدايرة بتاعته طيب المكسفات دي انا من خلالها بحدد الاففلو طيب ليه بحدد الاففلو انا عندي لو انا قبل الاففلو فانا الفريكوانسي بتاعي بيكون قليل الفريكوانسي ده بيكون قليل لما الفريكوانسي ده يكون قليل قيمة الاكس سي بتكون كبيرة يعني المقاومة بتاعت المكسف بتكون كبيرة ده بيأثر على الفولتش جين زي ما هنشرح كمان شوي طيب بعد الاففلو او بعد اللاففريكوانسي ده المكسفات بدعة الكابلين كاباسيتور والبيباس كاباسيتور نجليكتد او بتبقى عبارة عن شورت سيركت فده بسميه الميت باند الميت باند بتاعي طيب وبالنسبة للف هاي الهاي فريكوانسي اللي عندي كل اللي قبليه انا بنجليكت الكاباسيتانسي دي يعني بخليها شورت سيركت طيب بعد الافف هاي بعد الافف هاي بتبدأ تظهر عندي حاجة اسمها الانترنال كاباسيتانسي بتاعت البيجي تي وهنشرح الكلام ده بالتفصيل كمان شوي يبقى انا دلوقتي في عندي نوعين من انواع المكسفات المكسفات اللي هي ظاهرة في الدايرة اللي هي الكابلين كاباسيتور والبيباس كاباسيتور هنشرحها كمان شوي وفي عندي انترنال كاباسيتور طيب بالنسبة لي المكسفات اللي ظاهرة اللي عندي اللي اسمها الكابلين كاباسيتور والبيباس كاباسيتور المكسفات دي هي اللي بتحدد للافف لو بمعنى انا قبل الافف لو المكسفات دي بتكون لها قيمة لما بتكون لها قيمة بتبدأ تأثر على الفولتش جين وبتكون وبتقلل الفولتش جين اللي عنده طيب بعد الافف لو المكسفات دي بتكون شورت سيركيت فمش بتأثر على السيركيت اللي عنده تمام يبقى انا كده لو عايز ابدأ استخدم فريكوانسي معين يبقى بعد الافف لو ليه بعد الافف لو علشان بعد الافف لو انا ببدأ اكنسل المكسفات اللي ظهرة اللي هي الكابلينج كاباسيتورز والبيباس كاباسيتورز اللي موجودة عندي طيب انا دلوقتي عايز احدد الافف هاي طيب تحديد الافف هاي دي بيتم ازاي عن طريق الانترنال كاباسيتورز اللي موجودة عندي انا بعد الافف لو كل المكسفات اللي هي الكابلينج والبيباس خلاص او المكسفات اللي ظهرة في السيركيت بتاعتي انا باعتبرها خلاص شورت سيركت. اول موصل لفريكوانسي اسمه الاف هاي بتبدأ تظهر الانترنال كاباسترز بتاعة البي جي تي او بتاعة المصفت اللي انا اشغال عليه. علشان كده انا بحدد الاف هاي. كل اللي قبل الاف هاي المكسفات دي مش موجودة. والمكسفات الزهرة بتبقى شورت سيركت. طيب بعد الاف هاي بعد الاف هاي بتبدأ الانترنال كاباسترز اللي موجودة عندي بتبدأ تظهر عندي في السيركت بتاعتي. وبكده ابدأ احدد من الاف لو للاف هاي للاف هاي هي دي الفريكوانسيز اللي انا هشتغل عليها. هي دي الفريكوانسيز اللي انا هبدأ اخلي الامبليفير بتاعي يكبرها. وكل المكسفات اللي عندي في ما بين الاف لو والاف هاي اللي هي موجودة في الميت باند فريكوانسيز بتكون نجليكت. يبقى انا عندي في اللوف الافريكوانسي باند اللي هو الفريكوانسيز اللي اقل من الاف لو بتكون الكابلينج كاباسترز والباي فاس كاباسترز بتكون لها قيمة. طيب الانترنال كاباسترز بتكون ملهاش لازمة او هنا. ملهاش لازمة طول ما انا في اللوف فريكوانسيز. في الميت باند جيد او في الميت باند فريكوانسيز انا عندي هنا. الكابلينج. والباي باس بتكون شورت سيركيت. والانترنال. بتكون اوبن سيركيت يعني نجليكتد. كأنها مش موجودة عندي. طيب هنا تأثير الانترنال كاباسترز. يبقى انا في اللوف فريكوانسي باند الكابلينج كاباسترز والباي باس كاباسترز هي اللي بتأثر عندي. بعد الاف هاي الانترنال كاباسترز هي اللي بتكون ظهرة وهي اللي بتأثر عندي. طيب في الميت باند جيد او في الميت باند فريكوانسيز في الميت باند ده كل الفريقونسي كأنها مش موجودة. كل الفريقونسيز اللي عندي بتكون نجليكتد. يبقى ده كده بسميه البندويتس. يبقى عندي الفريقونسيز من الفلو للفهاي هي دي الفريقونسيز اللي الامبليفير هيشتغل عليها وهيبدأ يكبر. طيب. فاحنا بنقول الميد باند ده اسمه الميدل فريقونسي باند او الميد باند. فانا عندي في الفريقونسي response analysis. انا عايز اعرف التغير في الجين والفيز شفت بتاع الامبليفير وهنعرف دلوقتي ازاي بندرس الفيز شفت بتاع الامبليفير. احنا دلوقتي عندنا الشكل ده اللي هو في موجود عند الافلو وفيه عندي هنا مش موجود الافلو هو الافغايب بشكل مباشر. طيب قلنا الافلو ده اللي بيحدده. الكابلينج كاباستورز والبيباس كاباستورز اللي قيمة الكابلينج كاباستورز والبيباس كاباستورز القيم بتاعتهم بتكون كبيرة بالمايكروفاراد. وكده علشان اعمل مكسف القيمة بتاعته بالمايكروفاراد كبيرة في الانالوج او في الانتجريتد سيركيتز هياخد مساحة كبيرة من اليتشيل. علشان كده فيه اوقات كتيرة جدا او في معظم الاوقات احنا ما بنعملش مكسفات كابلينج كاباستورز في الانتجريتد سيركيتز. علشان كده انا ما عنديش لو فريكوانسي. بيبدأ من الصف تروح للف هاي. يبقى هنا ما فيش نو كابلينج كاباستورز. فما فيش عندي الف لو. فممكن نلاقيها بالشكل ده. ممكن نلاقيها بالشكل اللي فوق. طيب ممكن برضو نلاقيها بالشكل ده امتى? لو انا عندي الف هاي اكبر بكتير جدا من الف لو. لو الف هاي اكبر بكتير جدا من الف لو فممكن نفترض ان هي بالشكل ده برضو. ممكن نفترض ان العلاقة ما بين الفولتش جين و الفريكوانسي برضو ممكن نعملها بالشكل ده. في البداية كده هنبدأ ناخد بيزيك كونسيبتز في الاول. تأثير الكابلينج كاباستورز. زي ما واضح كده في الدايرة بتاعت الامبليفاير دي. قلنا السي واحد ده عبارة عن كابلينج. السي تلاتة برضو عبارة عن كابلينج. والسي اتنين ده عبارة هو ده الباي باس كاباستور. طيب في البداية كده الافكت بتاع الكابلينج كاباستورز. ده انا بحطه ليه الاول. زي ما شرحنا في المحاضرات اللي فاتت قلنا انا بحتاج المكسفات بتاعت السي واحد والسي تلاتة. هنا بحتاج السي واحد لان لما بعمل دي سي اناليزز بخلي البي سي سي هو اللي بيحدد الاوبريتنج بوينت. او هو اللي بيعمل البايز. فانا دلوقتي ايه اللي انا محتاجه. انا عايز المكسف بتانا دلوقتي مش عايز اي دي سي سي جنال تانية تأثر على الوبريتنج بوينت. طيب ايه مصدر الجهد اللي ممكن يدخل للدائرة هو البي امبود ده. فانا مش عايز البي امبود ده يكون معا اي دي سي سي جنال. طيب لو معا دي سي سي جنال هتبدأ تدخل للدائرة. طب لو دخلت للدائرة هيبقى كده في عندي بي سي سي ودي سي سي جنال دخلة تانية للدائرة. فهتغير الوبريتنج بوينت عن الوبريتنج بوينت اللي انا مصممها عليه. طب ايه الحل? ايه الحل ان انا بستخدم مكسف هنا. المكسف ده بيستخدم كأنه يعمل بلوك لدي سي سي جنال. اللي جاي من البي ام. او اي سي جنال او اي دي سي جنال دخلة للامبليفاير. المكسف ده هيعمل لها بلوك. يبقى كده مصدر دي سي سورس الوحيد اللي موجود في الدائرة اللي هيبدأ يحدد الوبريتنج بوينت هو البي سي سي. طيب. السي تلاتة ده هنا الفي اوتو. انا بستخدم هنا مكسف تاني ليه? لان طبعا ده كده الخارج بتاع الامبليفاير. الخارج بيكون في دي سي سي جنال و اي سي سي جنال. فانا انا عايز في ال ال ده ممكن يكون سبيكر. فالسبيكر ده انا عايز منه ايه? انا عايز ال اي سي جنال بس اللي تدخله. فانا بستخدم المكسف ده علشان يعمل بلوك لدي سي ليفل ده. يشيله ويدخل ال اي سي سي جنال فقط الى السبيكر. طيب دلوقتي المكسف ده بيعمل ايه? انا عندي دلوقتي انا دلوقتي عندي القيمة بتاعت المكسف او المقاومة بتاعت المكسف واحد على اتنين باي اف سي. الحسابات بتاعتي دايما بتكون عبارة عنيه لما بعمل بحسب الفولتش جين. فانا دلوقتي بخلي المكسف ده شورت سيركت. طيب لو انا تحت ال اف لو. لو انا شغال تحت ال اف لو. الفريكوانسي هيكون قليل. طالما الفريكوانسي هيكون قليل فالمكسف ده هيكون له قيمة. طيب لما يكون له قيمة لما اجي احسب الفولتش جين هدخل المكسفات دي معايا في الاعتبار. طب لما دخل المكسفات دي معايا في الاعتبار هتقلق كده كأن في مقاومة زيادة في الحسابات بتاعتي. فهتقلل قيمة الفولتش جين. يعني لما كنا بنحسب الفولتش جين من غير وزاوت الار اس كان بيكون كبير. يعني لما كنا بنحسب الفولتش جين نولود مثلا لو تبتكروا من المحاضرة بتاعت الفولتش جين كان اكبر بكتير من او كان اكبر من الفولتش جين لما دخل الار اس معايا في الحسابات او هدخل الار اس معايا في الحسابات. طب دلوقتي ده انا مش هدخل الار اس معايا في الحسابات بس. لا ده انا هدخل مقاومة كديدة اللي هي مقاومة المكسف. هيبدأ يعمل ايه? يقلل الفولتش جين. يبقى ده تأثير الكابلنج كبس سرعا عندي. يبقى عند اللور فريكوانسز الرئات التنسي بتاعت المكسف بتكون كبير. وده بيقلل بتقل كل ما الفريكوانس بزين. طيب. عند اللور فريكوانسز عند الترددات لما تكون قليلة إلا هيحصل الفولتش جين بتاعي هيقل. لان انا بضيف مقاومة جديدة اللي هي المقاومة بتاعت المكسفات دي. طيب لما الفريكوانسي بقى بتاعي بيزيد. القيمة بتكون قليلة جدا. طب القيمة بتاعت المقاومة بتاعت المكسف بتكون قليلة جدا. عند الهاي فريكوانسز كإني بخليها شورت سيركيت. فالجين بتاعي بيزيد. آه. علشان كده لازم أحدد الفريكوانسي اللي أبدأ أشتغل عنه لأن قبل الفريكوانسي المكسفات هتكون لها مقاومة ولها قيمة كبيرة فتقلل الفولتش جين بعد الفريكوانسي المكسفات قيمتها هتكون قليلة أو تقريباً هتكون شورت سيركيت وكده الفولتش جين بتاعي هيكون عالي طيب ده كده بالنسبة للكابلينك بسطو طيب بالنسبة للتأثير بتاع البيباس كباستور احنا قلنا أنا ليه أصلاً بستخدم البيباس كباستور ده قلنا أنا محتاجي المقاومة دي في الـ DC Analysis ليه؟ زي ما شرحنا في محاضرة الـ DC بتتزودلي الاستابيلة بتاعة السيركيت طيب أما في الـ AC Analysis اما في الـ AC Analysis بتعمل ايه؟ بتقلل الجين شرحنا الكلام ده بالتفصيل يبقى أنا المقاومة دي أنا محتاجة محتاجة في الـ DC Analysis لأنها بتزود الاستابيلة طيب أما في الـ AC Analysis بتقلل الجين طيب أنا عايز أعمل المقاومة دي أخليها تبقى موجودة في الـ DC Analysis وتتكنسل في الـ AC Analysis طيب ده يتعمل ازاي؟ عن طريق إن أنا بستخدم البيباس كباستور ده المكسف أو هنا الكباستور ده في الـ DC Analysis بتكون قمته كبيرة لأن الـ DC Analysis الفريقونسي بتاعة الـ DC بيكون صدر يبقى أنا كده عندي الـ XC بتكون كأنها Open Circuit أما لما أجي أعمل AC Analysis لما أجي أعمل AC Analysis حيكون Short Circuit حلو طيب لما يكون Short Circuit حيكون سلكة فهيبدأ يكنسل المقاومة فعلشان كده أنا استخدمت المكسف ده طيب أنا عايز أحدد الـ F لو قبل الـ F لو هيكون المكسف ده ما وصلش للـ Short Circuit هيكون لسه ما وصلش للـ Short Circuit طيب طالما ما وصلش للـ Short Circuit هيكون لي مقاومة طيب لما يكون لي مقاومة يبقى كده دي كلها أصبحت لها مقاومة اسمها الزت ديس طيب أو ممكن نسميها الزت دي إيه لإنها متوصلة على الـ M متر طيب طالما هي لها مقاومة يبقى هتقلل الجي كأن الـ R إي لسه موجودة طب بعد الـ F لو بعد الـ F لو هيكون Short Circuit طب لما يكون Short Circuit آه يبقى أنا كانسلت الـ R إي آه يبقى علت الجيم يبقى أنا كده لازم أحدد الـ F لو بتاعي قد إيه يبقى ده كده المشاركة بتاعة اللي موجودة عندي أنا المفروض في الـ DC Analysis بيكون Open Circuit وفي الـ AC Analysis بيكون Short Circuit لازم يكون Short Circuit علشان يكنسل الـ R إي طب لما كانسل الـ R إي يبقى أنا هعلي الجيم بتاعي يبقى أنا حافظت على المقاومة دي في الـ DC Analysis علشان أعلي وكنسلها في الـ AC Analysis علشان ما تقللش الجيم بتاعي آه طب أنا دلوقتي لازم أحدد الـ Frequency اللي عنده هيبدأ المكسر ده يكون Short Circuit آه يبقى أنا لازم أحدد الـ F لو طيب الـ F لو ده لو حددته إيه اللي هيحصل قبليه المكسف مش هيكون لـ Open Circuit ولا هيكون Short Circuit هيكون لي مقاومة فكده الـ R إي مع المكسف هتعمل لي مقاومة يبقى هتقلل الجيم طيب بعد الـ F لو هيكون عبارة عن Short Circuit طيب Short Circuit يبقى يكنسل الـ R إي يبقى دي كده أهمية أو تأثير الـ Pypass Capastor في الـ Voltage Gain بتاعي طيب نيجي بقى للتأثير بتاع الـ Internal Transistor Capastor طيب دي بتبقى عبارة عن مكسفات من الظهرة عندي في السيرجل ولكن دي بسبب التصنيع بتاع المكسف بتكون موجود عندي مكسفات ده مثلا الـ Base ده الـ Collector ده الـ Amateur بيكون موجودة عندي مكسف ما بين الـ Collector و الـ Amateur بس القيمة بتاعته قليلة جدا فاحنا ما بنشتغلش عليها اللي يهمني هو المكسفات اللي ما بين الـ Base و الـ Collector و الـ Base و الـ Amateur طيب للمكسفات دي ما بتظهرش اللي عندي الـ High Frequencies أو الـ Frequencies اللي عالية جدا لأن عادة القيمة بتاعت المكسفات دي بتكون قليلة جدا بتكون بالـ Beco فراد وأنا عندي الـ XC بتساوي الـ Beco فراد يعني 10 أسسال بـ 12 1 على 2 باي الـ F في الـ C فأنا دلوقتي دي حاجة 10 أسسال بـ 12 فالقيمة بتاعتها مش هتظهر اللي عندي Frequencies عالي جدا يبقى هنا 10 أسس 12 يبقى عند اللي Frequencies كأنها Open Circuit فكأنها مش موجودة المكسفات دي أنا بسميها إيه بسميها Parasitic Capacitances طيب يعني إيه Parasitic Capacitances يعني unwanted يعني أنا مش عايزة بتظهر غصب عني بتظهر غصب عني عند الـ High Frequencies فعلشان كده بسميها Parasitic Capacitances طول ما أنا موجود عندي طول ما أنا موجود عند اللي Frequencies فالقيمة بتاعتها كبيرة جدا فكأنها Open Circuit مش موجود طيب لما تبدأ دلوقتي أشتغل عند الـ High Frequencies بتبدأ تظهر معي عادة الـ Ammitter بتاعي بيكون متوصل بالـ Ground فالمكسف ده اللي هو ما بين الـ Base والـ Ammitter بيكون متوصل ما بين الـ Base وما بين الـ Ground فسهل إن أنا أخده معايا في الـ Analysis بتاعتي أو سهل إن أنا أعمله Analysis أما المكسف التاني اللي هو ما بين الـ Base وما بين الـ Collector دايماً بيكون ما بين طرفين والـ Collector بيكون متوصل على حاجات تانية زي مقاومات فبيكون صعب إن أنا أعمل للـ CBC ده أعمل له Analysis طيب الحل لازم ألاقي طريقة إن أنا أحول بيها المكسف ده لنفس الطريقة بتاعت الـ CBE يعني يكون ما بين Nude وما بين Ground فعلشان كده أنا بلجأ لحاجة اسمها Miller Theorem هي اللي بتمكنني إن أنا أعمل حاجة زي كده علشان تسهل علي الـ Analysis بتاعت الـ Frequency Response عند الـ High Frequency لو قلنا مثلا هنا Amplifier قلنا مثلا ده الـ Base وده الـ Collector الطرف بتاع الـ V Output فهي هتاخد المكسف ده ويتغير إلى مكسفين مكسف متوصل ما بين الـ Input وما بين Ground وما بين الـ Input وما بين Output وما بين Ground فبتعمل الطريقة دي بتبدأ تسهل لي الحسابات بتاعتي بعد جدا يبقى أنا كل اللي أنا أعملته باخد المكسف بتاعي اللي متوصل ما بين الـ Base و الـ Collector ببدأ أوصل مكسف ما بين الـ Input وما بين الـ Output وغراوند والطريقة دي بتسهل الحسابات بتاعت الـ Frequency Response فالمكسف ده تأثيره المكسفين دول طيب هنا باخد قيمة المكسف هنا بسميها C Input Miller وهنا بسميها C Output Miller فأنا هنا قيمة المكسف بتاعي في زايد واحد هنا EV ده الـ Voltage Gain بتاع الـ Amplifier بتاعي طيب وهنا EV زايد واحد على EV قيمة المكسف في Voltage Gain زايد واحد على Voltage Gain طيب Voltage Gain زايد واحد على Voltage Gain دي تقريبا بتساوي واحد تقريبا بتساوي واحد فهنا C Output Miller كأنها بتساوي قيمة المكسف الاساسية يبقى أنا بستخدم Miller على Miller theorem دي علشان ان انا اسهل الانالسس بتاع لان المكسف لو انا اشتغلت عليه وهو مربوط ما بين الطرف الـ Input والـ Output مش هقدر او هيكون صعب علي ان انا اعمل الانالسس دي فالـ Circuit بتاعتي هتكون بالشكل ده كده ادي قيمة المكسف اللي هي BC ما بين Base وما بين Collector في AV زايد واحد ودي قيمة المكسف بتاعت ما بين Base والإم meter ودي قيمة المكسف اللي هي في Output C Output Miller ما بين Base والCollector مضروبة في AV زايد واحد على AV ده كده بالنسبة لميلر theorem هنبدأ دلوقتي نشوف يعني ايه Discibel لأن الوحدة دي دايما مشهورة في الامبلifier ودايما بنشتغل عليها بحسب بيها Power Gain والVoltage Gain بتكون لما بحسب Power Gain مثلا بتكون قيمة عادية وليكن 30 أو 40 أو أي انكن القيمة بتاعها لما جاء عبر عن القيمة دي بالDiscibel فأنا بقول Power Gain بالDB عبارة عن 10 لج AB 10 لج AB يبقى لما جاء أحسب Power Gain يبقى 10 لج AB يبقى 10 لج 20 أو 30 وأشوف القيمة بتاعتي تبقى بالDB طيب أنا دلوقتي لو عايز أحسب فالباور Gain دي الB أو بتاع BM طيب بالنسبة للVoltage Gain 20 لج EV 20 لج EV ليه لأن الباور بتساوي الVoltage square على R يبقى يبقى ممكن أقول أن البار بتتناسب مع الSquare بتاع R طيب هنا V square لما أجي أخد مثلا لج أدي 10 لج وهنا V square فأنا في اللج بطلع الSquare ده برا اللج بضربه هنا يبقى 2 في 10 بعشرين لج V علشان كده الVoltage gain 20 فده بقولي هنا الفاكتور 20 is because إن الباور بيتناسب مع الVoltage square يبقى الAV بتساوي 20 لج الVoltage gain اللي هو V outward على V M ده كده بالنسبة للDicible طيب بيقولي هنا لو الVoltage gain أكبر من الواحد فالDB اللي عندي بيكون positive يبقى أنا دايما إذا كان الVoltage gain أكبر من الواحد فالقيمة بتاعت الجين بتاعي هتكون بالpositive وإذا كانت الVoltage gain أقل من الواحد فالDB هيكون بالنجاتيب ناخد أمثلة كده أنا عندي الB output على الB input اللي هو ده كده الAB بيساوي 250 عايز أحسب لها الDB بتاعها يبقى 10 لوج 250 باربعة وعشرين دي بي هنا 100 10 لوج المية ب20 دي بي الفولتage gain بعشرة يبقى 20 لوج العشرة بتساوي 20 دي بي الAB power gain يبقى 10 لوج نص سالب 3 دي بي طب V output على V input 7 من 10 0.707 يبقى 20 لوج 0.707 سالب 3 دي بي طيب دلوقتي بنتكلم على 0 دي بي ريفرانز أنا دلوقتي لما بتكلم هنا ممكن إن إحنا نلاقي الرسمة بتاعة ال frequency response بالشكل ده كده وهنا بيبقى voltage gain القيمة بتاعة voltage gain أنا حولتها مثلا لدي بي مثلا 20 دي بي أو أي إن كانت القيمة طيب ممكن نراء الرسمة بالشكل ده كده ب0 دي بي طيب معنى 0 دي بي مش معناه هنا إن القيمة بتاعة هنا voltage gain mid أنا بسمي voltage gain اللي أنا بجيبه لما بكنسل كل المكاسفات اللي هو voltage gain of المد باند فبسميه AV mid يبقى voltage gain اللي احنا هنجيبه بعد كده لما نجي نعمل AC analysis ونكنسل كل المكاسفات اللي عندي هنسميه voltage gain بتاع المد band frequencies طيب هنسميه AV mid طيب في 0 db reference إحنا بنعمل إيه إحنا هنبدأ ننسب كل voltage gains اللي عندي إلى AV mid يعني إيه يعني إحنا دلوقتي 20 log ده كده voltage gain mid عايز نسبه لل voltage gain mid يعني AV mid على AV mid يعني هيساوي 20 log دي مع دي مع يبقى واحد 20 log الواحد 0 db يبقى 0 db أعرف على طول أنا دايما بنسب لل AV mid يبقى يبقى أنا عندي الفريكون اللي هو ده وليكن ده مثلا 100 ميج أو مثلا 10 ميج الفريكون عنده دلوقتي أجل أشوف الـ voltage gain بتاعه هو هنا كده 10 ميج أه أبدأ أمشي أه ده موجود عند 0 db طالما موجود عند 0 db يبقى الـ voltage gain بتاع 10 ميج هو AV mid طيب دلوقتي أنا عندي الفريكون ده اللي هو وليكن 1 ميج طيب الـ 1 ميج الـ voltage gain بتاعه إيه 7 من 10 أو 7 من AV mid يبقى نجي نحسب يبقى 20 نجي نعمل أنا سيبها للـ AV mid أهو 07 أو 7 من AV mid أنا سيبها يعني أقسم على voltage gain mid يعني بيساوي 20 log 7 أو 7 يبقى يساوي السالب 3db آه يبقى معنى كده إنه هو هيبدأ يقل 3db عن AV mid يبقى أنا عند الـ 1 ميجا الفولتش gain بتاعي هيبدأ يقل 3db عن الفولتش gain الأساسي بتاعي طيب عند الفريكوانسي ده الفولتش gain نص الفولتش gain mid band يعني سالب 6db معنى كده يبقى أنا عند الفريكوانسي ده هيبدأ الفولتش gain يقل 6db عن AV mid يعني إيه يعني أنا لو عندي AV mid بيساوي 20db يبقى أنا كده عند العشرة ميجا الفولتش gain بتاعي بيساوي عند العشرة ميجا الفولتش بتاعي بيساوي 0db أفهم كده آه ده أنا عامل تنسيب اللي هو normalization 0db يبقى عند عشرة ميجا أنا الفولتش gain بتاعي بيساوي 10db بيساوي AV mid AV mid يبقى هيساوي 20db طيب عند الواحد ميجا والله عند الواحد ميجا أنا قليت 3db عن الفولتش gain بتاعي بتاع يبقى AV هنا هتساوي 20 ناقص 3 هيساوي 17db طيب هنا مثلا نص ميجا مثلا وليكن يبقى أنا عند نص ميجا أنا قليت 6db تمام يبقى أنا دلوقتي هبدأ 6db عن AV mid يبقى AV عند النص ميجا بتساوي 20 ناقص 6 بتساوي 14db ده كده أنا بسميها ايه أنا بسميها normalization هتا اللي احنا عملناها دي بنسميها normalization يبقى لما نبدأ نشوف 0db مش معناها ان الفولتش جين بتاعي بيساوي 0db لا أنا عمل عملية normalization أنا عمل عملية تنسيب أخدت الفولتش جين mid ده وأسمت على نفسه لأن دي القيمة اللي هنسب ليها يبقى أنا عند العشرة ميجا أنا الجين بتاعي av mid يبقى كان 0db يبقى لما أشوف 0db أفهم على طول أن أنا عمل normalization أن أنا قسم الفولتش جين mid على نفسه يبقى لما أفهم أشوف على طول 0db يبقى أفهم أنا عندي العشرة ميجا الفولتش جين بتاعي بيساوي av mid طيب عند فريكوانس 1 ميجا أنا موجود سالب 3db سالب 3db معنى كده أن أنا قليت 3db عن av mid يبقى إذا كانت av mid بتاعتي 20db يبقى أنا الفولت بتاعي عن الواحد ميجا 17db وهكذا بالنسبة لي الواحد بالنسبة لي الفريكوانس الثاني طيب سالب 3db ده إحنا قلنا 0.707 يعني أنا عند الواحد ميجا أنا قالت 3db يبقى بطرح القيمة بتاعتي 3db من الفولتش جين بتاعي طيب ده معنى إيه بالقيم العادية بالقيم العادية كأن أخد av mid ده وضربته في 0.7 0.7 كأن أخدت الفولتش جين بتاعي ده وضربته في 0.7 0.7 يعني أنا لو دلوقتي عندي الفولتش جين بتاعي بيساوي 20db عايز أجيب القيمة العادية بتاعته يبقى 20db بتساوي 20 log luv luv av عايز أجيب القيمة العادية اللي هي مش بالdb يبقى luv أول حاجة أقسم على 20 أول حاجة أقسم على 20 يبقى luv luv av بتساوي 1 طيب عايز أجيب luv اخد 10 1 10 1 بيساوي 10 يبقى قيمة الفولتش جين بتساوي 10 ده luv mid طيب عند الواحد ميجا أنا نزلت 3db يبقى بيساوي 17 db طيب القيمة العادية أضرب 7 07 في luv av mid يعني عند الواحد ميجا 7 07 وهكذا بالنسبة لباقي التردود فده بسميه بقول انه هو normalization اللي هي عملية التنسيب بنسبها لقيمة معينة فده بيكون الشكل بتاعي أنا بيكون عندي 3 مكسفات 3 مكسفات دول هنا كده أنا مش عامل تنسيب مش عامل normalization لأنا واخد عادي voltage مع الفريكونس اللي عن طيب أنا دلوقتي عندي 2 coupling capacitor و1 bypass capacitor ثلاث ثلاث مكسفات التلاث مكسفات دول بحسب بيهم low frequencies بحسب بحسب منهم low frequencies وأنا عندي فيه 2 internal capacitors بحسب بيهم high frequencies هما دول اللي بيحددولي high frequencies فالاناليسس بتاعتنا اللي هنبدأ نشتغل عليها هنبدأ نجيب الثلاث frequencies ونبدأ نجيب الاثنين frequencies طيب الثلاثة frequencies نبدأ نختار أعلى واحد لأن أنا ما ينفعش أشتغل هنا ويكون لسه فيه frequency مكسف هيأثر معايا ويقلل للجين فبنختار أعلى واحد وفي الاثنين frequencies بنختار أقل واحد علشان بعد أقل واحد الجين هيبدأ يقل فالاناليسس بتاعتنا هتكون نجيب ال frequencies دي طيب أنا عندي ال bar measurement بال dbm واحد ملي وات يبقى أنا لو أنا عندي مثلا 32 ملي وات 32 طبعا دي مش هتفرب معايا ولكن دي معلومة ايه هي ال dbm 32 ملي وات 32 ملي وات طالما ملي يبقى أنا أحسب dbm يبقى 10 log 32 ملي وات على 1 ملي وات الملي مع الملي يبقى بتساوي 10 log 32 يبقى تساوي 15 dbm ده كده معنى dbm طيب ايه هو critical frequency ال f low والf high اللي احنا بنتكلم عليها دي دي كلها اسمها critical frequency يبقى كل مكسف أنا هحسب له critical frequency بتاع اسمها critical frequency أو cut off frequency أو corner frequency دي كلها اسمها frequencies يعني ده كده critical frequency اسمه critical frequency أو cut off frequency أو corner frequency عندي خمسة critical frequency يبقى أنا عندي خمس مكسفات عندي خمس مكسفات بحسب لهم خمسة critical frequencies طيب بحسبه ازاي ايه هو critical frequency ده أو تعريفه ايه critical frequency ده بقول ان انا بنزل 3dB reduction في power gain أو 3dB في voltage gain يعني power gain بتاعتي بتقل بمقدار 3dB والvoltage gain بتاعي بيقل بمقدار 3dB يعني انا لما اجي احسن ادي اهو عنااخد frequency واحد كده دي الرسم ideal زي ما هنشوف دلوقتي وإحنا بنشوف ايه هي body بلوت بسمي دي asymptote دي ideal بتاع اللي انا برسم طيب البراكتيكال بقى ببدأ اقول عند frequency ده اهو نبدأ نرسم بنزل من هنا في الحتة دي من ideal للبراكتيكال مقدار 3dB يعني انا عندي ادي ideal ودبركت الحتة دي بنزل 3dB هو ده frequency اللي بيكون critical بالنسبة الايديال بتاعي اللي هو بالشكل ده كده لو نزلت 3dB الفريكونسي بتاعي مش هيتقصر هيبقى ده تمام يشغال معي يبقى انا كده زي ما هنشوف الحسابات بتاعتنا دلوقتي بتاعي الباور بتاعتي بتنزل 3dB الفولتش جين بتاعي بيكون نازل 3dB طيب هنا لو مش بيدي نص يعني الباور جين بتقل مقدار نص اما الفولتش جين بيقل مقدار 0.7 يعني ايه الكلام ده يعني بتاعي بيقل مقدار نص يعني الباور بتقل مقدار نص طيب الفولتش جين بيقل مقدار 0.7 و7 ليه لان انا قلنا ان الباور بتتناسب مع ال V سكوير يبقى انا عندي الباور بتقل مقدار نص يبقى الفولت هيقل مقدار جزر واحد على اثنين يعني واحد على جزر اثنين واحد على جزر اثنين اللي هي 0.7 و7 يبقى ال critical frequency عشان نشوف هنحسبه كمان شوية هو اللي عنده الفولتش جين بيقل بمقدار نص او بيقل بمقدار 0.7 0.7 0.7 خيط نبدأ نشوف دلوقتي احنا بنحسب الكريتكال فريكوانس دي ازاي اول حاجة هنبدأ نحسبها هي اللو فريكوانسي امبليفار رسبونس اللو فريكوانسي امبليفار رسبونس اللي هو انا عايز اجيب ال افتلو انا عندي فيه كم مكسف انا عندي المفروض فيه 3 مكسفات كابلين كاباستور سي 1 و سي 3 والبيباس كاباستور سي 2 فهنا هنبدأ ناخد نبدأ نشتغل على المكسف الاول هنبدأ ناخد كل مكسف على حد ونخلي المكسفين التانيين عبارة عن short circuit هنبدأ ناخد المكسف الاول اللي هو C 1 وابدأ اشوف المقاومة اللي بعد المكسف دي بتسوي كابا يبقى زي ما هو واضح هنا ادي عندي المكسف الاول بالشكل ده كده ادي المكسف بتاع عايزين نبدأ نشوف المقاومة اللي انا هشوفها من هنا هتسوي كابا وبالنسبة للمكسف التاني هناخد المكسف ده معنا ونبدأ نشوف المقاومة اللي هنشوفها من هنا بتسوي كابا وهكذا بالنسبة للمكسف التالي طيب انا دلوقتي هنبدأ نشتغل على ال-input RC circuit ال-input RC circuit معناها ان احنا هنشتغل على المكسف الاول طيب هنتعلم طريقة اللي هي نقدر من خلالها اننا نجيب ال-input impedance بتاعتنا او المقاومة اللي احنا عايزين نجيبها من غير ما نعمل small signal model هنبدأ نجيبها بشكل مباشر طيب بالنسبة لل-r-input دي انا هبدأ ابص من هنا علشان اجيب ال-r-input لما نبدأ نبص من هنا اول حاجة نحطها في اعتبرنا انا عندي هنا مقاومة اسمها ال-r-buy لما نجي نشوف ال-small signal model بتاع ال-bGT بيكون بالشكل ده كده ادي r-buy ودي هنا اهو gm في ال-v-buy ادي ال-v-buy ودي عندي ال-r-node مش هناخدها معا انا اعتبر ان ال-r-output اللي عندي بتساومها لنهاية طيب نبدأ كده ادي ال-v-input بعد كده المكسف نبدأ نشوف ال-r-input انا هو اقص كده هبدأ اشوف ايه r-1 توازي مع ال-r-2 طيب نبدأ نمشاهو هنبدأ نشوف r-buy هدي اهو r-buy بعد كده المكسف ده short circuit قولنا هناخد المكسف يبقى المكسفين التانين short circuit لما يكون ده short circuit هيبدأ يكنسل ال-r-e يبقى انا هقف هنا هلاقي ground على طول لان ال-r-e دي مش موجودة يبقى هنا اهو ground طيب يعني ايه ادي ال-b input بعدها المكسف بعديها هنا الاثنين دول لهم نفس الطرف الاول والطرف التاني بتاعه متوصل big ground طالما متوصل big ground يبقى كده التلاتة دول يبقى r-1 توازي مع r-2 توازي مع ال-4 يبقى التلاتة توازي مع طيب عايزين نبدأ دلوقتي نجيب يبقى انا كده جبت المكسف c1 والمقاومة اللي متوصلة معا طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب الفريكوانسي بتاع المكسف ده هنسميه f critical low بتاع ال-imput نبدأ نجيبه ازاي قلنا الكريتكال فريكوانسي ده قيمة المقاومة اللي عندي او قيمة الفولتش جين بيقل بمقدار point 7 قادي دلوقتي عندي هنا ال-imput وقادي المقاومة اللي هنا انا شايفها من عندي ال-base بسميه transistor base اللي هو v-base يبقى الفولتش جين في السيركت دي عبارة عن ايه قادي الفولتش جين بيساوي ال-output اللي هو v-base على ال-v-emput طب كمان لو عايز اجيب علاقة ما بين ال-v-emput وال-v-base اجيبها ازاي انا عندي قيمة المكسف ده المفروض ان هي جي او واحد على جي اتنين باي ال-f-c يعني بتساوي سالب جي واحد على اتنين باي ال-f-c واحد على اتنين باي ال-f-c ممكن نقول انه هي ال-x-c سالب جي ال-x-c طب تمام نعمل فولتش ديفايدر قد ال-v-base يبقى ال-v-base بتساوي ال-r-input على ال-r-input مجموعة المقاومتين ناقص جي ال-x-c في ال-v-base في ال-v-emput يبقى ده كده ال-v-base ال-v-base على ال-v-emput بتساوي ال-r-input على ال-r-input ناقص g-x-c طيب القيمة اللي عشان نجيب ال-frequency response او عشان نجيب ال-critical frequency اللي عندي هنبدأ ناخد الماجنيتود نشتغل على الماجنيتود الاول هنبدأ نشتغل على الماجنيتود طيب الماجنيتود هجيبه ازاي الماجنيتود دايما هنا عندي complex الجزر التربيعي دايما الماجنيتود الجزر التربيعي لجزء ال-real square زائد زائد الماجنري square طيب نبدأ نشوف كده انا عندي بسط ومقام يبقى هعمل القاعدة دي بالنسبة للبسط وبالنسبة للمقام الجزر التربيعي ال-ar input ده ال-real يبقى ال-real square زائد هنا ما فيش imaginary فال-square هيروح مع الجزر التربيعي يتبقى ال-ar input على جزر التربيعي ال-real square r-input square زائد النجدف ده هيبقى زائد ال- imaginary square xc square طيب قلنا ان الفولتش جين عشان اجيب ال-critical frequency هيقل بمقدار 0.7 او 7 يبقى انا عندي الفولتش جين ال-AV هيساوي 0.7 او 7 يبقى ال-V base على ال-V input هيساوي 0.7 او 7 طب ده يحصل امتى دايما بيحصل عشان ال-V base تساوي 0.7 او 7 من ال-V input عوض هنا في القانون ده لازم ال-Xc واحد تساوي ال-R input يبقى كده 20 log 0.7 او 7 سالب 3dB يبقى عند الفريقونس ده الجين هينزل سالب 3dB طيب الجين ينزل سالب 3dB ده بيحصل امتى لما ال-Xc المقاومة بتاعة المكسف تساوي ال-R input طب تمام طب ما انا عندي ال-Xc 1 على 2B ال-F في ال-C1 بتساوي ال-Input يبقى ال-F critical low الخاص بال-Input 1 على 2B R input في ال-C1 معنى كده لو انا محتاج ان انا جيب القيمة بتاعة الفريقونس ده لازم اجيب القيمة بتاعة المكسف والقيمة بتاعة المقاومة يبقى 1 على 2B ال-R input او قيمة المقاومة في قيمة المكسف يبقى انا عندي اي مكسف عندي لازم احوله لسيركت بالشكل ده قيمة المكسف مع مقاومة اجيب 1 على 2B قيمة المقاومة في قيمة المكسف يبقى انا كده جبت قيمة الفريقونس طيب انا لو اخدت ال-RS معايا في الاعتبار مجموعة المقاومات اللي عندي R input زاد ال-RS بغض النظر عن الجهد اللي موجود يبقى قيمة المقاومات اللي موجودة عندي في قيمة المكسف قبل ما نبدأ نكمل المكسفات التانية هنبدأ ناخد حاجة بسيطة كده على او حاجة اسمها ال-Roll-Off ال-Roll-Off ده انا دلوقتي معروف لما بيكون عندي ادي مكسف critical frequency لما الفريقونس بتاعي يقل عن ال-Critical Frequency ده بيبدأ البوتش جين يقل ال-Gradual Decrease ده ال-Sloop لما يكون بيقل بالشكل ده انا بسميه ال-Roll-Off هو ده معنى ال-Roll-Off عندي ف-Term ال-Roll-Off ده نسبة للراجل اللي عمل ال-Roll-Off دي اسمه بدو دوت طيب هنا بدأ من الصفر يبقى انا عمل Normalization عاملين كده Normalization ده كده ال-Ideal بتاع الخطوط الزرق دي دي ال-Ideal فانا بسميها ال-Assembitude بنسميها ال-Assembitude احنا بنرسم ال-Assembitude الأول وبعد كده باجي عند Critical Frequency بتاعي L3dB اعمل الكيرف ده وكمل رسمة عادي وكمل رسمة يبقى الحمرة دي هي ال-Ideal بتاعتي طيب في الرسمة ال-Body Blot دايما بضرب في 10 ببدأ مثلا 1 من 100 من Critical Frequency أضرب في 10 1 من 10 أضرب في 10 يبقى Fc أضرب في 10 أضرب في 10 طيب هنا المسافة ما بين كل واحدة والتانية اسمها decade decade أنا بضرب في 10 طيب لو أنا بالضعف يعني 1 2 بضرب في 2 4 6 8 ماشي كده يبقى ده بسمي octave يبقى أنا لو ماشي بضرب critical frequency اللي عندي في 10 يبقى بسمي الخطوة بتاعتي اسمها decade طيب لو أنا بضرب في 2 باخد الضعف مثلا بضرب في 2 يبقى بسميها octave عادة بنمشي دايما على decade ده طيب أنا دلوقتي عند critical frequency كده mid range بتاعي فالmid range أنا بكون عند 0 db طيب لو قليت عن critical frequency ولو يكن قليت بمقدار العشر يعني قليت عندي أنا واقف عند 1 من 10 fc يا ترى أنا الفولتش جين بتاعي هقل بمقدار كاب يبقى أنا دلوقتي عند 10 fc أنا موجود عند av mid أعلى فولتش جين عند وقلنا إحنا بدئين من الصفر يبقى احنا عاملين normalization طيب عند fc عند critical frequency احنا بنقل بمقدار 3db أو سالب 3 يبقى أنا قليت عند critical frequency قليت عن av mid بمقدار 3db بعد critical frequency ببدأ زيد لحد طيب لو أنا قليت أكتر وليكن عند 1 من 10 من fc الفولتش جين هيكون انظامه لو قليت عن fc على critical frequency الفولتش جين هيقل بمقدار قدي إيه آه فده بينجيبها من هنا من العلاقة دي وليكن أنا هقل عند 10 1 من 10 fc أنا عند critical frequency قلنا xc 1 بتساوي r input طب عندي الواحد من 10 fc أنا عندي في علاقة عكسية ما بين f وال xc لو ضرب fc في 1 من 10 أضرب 1 على xc في 1 من 10 يعني 1 على 10 xc كأن ضربتها في 10 يبقى عند fc xc 1 بتساوي r input طيب عند xc 1 أو عند 1 من 10 fc xc 1 بتساوي 10 r input أهي 10 xc ده اللي هنعمله بدل ما xc كان بتساوي r input يبقى 10 r input يبقى هلاقي الجن L بمقدار 1 من 10 طالما الجن بيقلب بسميها attenuation لو أنا عندي الجن بتاعي أكبر من 1 لو الجن أكبر من 1 بسميه amplification تكبير الجن بتاعي أقل من 1 بسميها attenuation بيقلل يعني بضرب أقل من 1 يبقى كده V أو تو بتهيقل فبسمي attenuation طيب كده لو أنا عندي عندي الواحد من 10 FC فهلاقي الفولتش جن بتاعي أصبع 1 من 10 1 من 10 عن كام سالب 20 DB يبقى أنا لما كنت موجود عند الFC ورايح ل 1 من 10 FC هقلل الفولتش جن بمقدار سالب 20 DB يعني أنا دلوقتي لو موجود عند الFC كنت موجود عند سالب 3 DB يبقى عند الواحد من 10 FC سالب 23 DB يبقى ده كده للسلوب بتاعي اللي هقل بي يبقى ها أنا عند خطوط زرق والخطوط الحمر وخطوط الزرق ده الاسم بتوت إن أنا مثلا بقول الـ الـ بتاعي عند الFC أنا موجود عند الـ ولكن الـ أنا بقل 3 DB عن الـ طيب عند الواحد من 10 FC الاسم بتوت الـ والله أنا كنت عند الـ FC بتساو صفر عند الواحد من 10 FC بقل 20 DB يبقى أنا هوصل لـ 20 DB سلب 20 DB طيب الـ practical سلب 3 DB يبقى هنا عند الواحد من 10 FC سلب 23 DB وهكذا بفضل L بمقدار 20 DB علشان كده أنا بسميها إيه بقل سلب 20 DB لكل دي كيد ما أنا من FC اسمه Decade وأنا من FC الواحد من 10 FC قلت بمقدار سلب 20 DB يبقى أنا كده كل decade بقل سلب 20 DB أهو أنا عند الواحد من 10 FC كنت سلب 20 عند الواحد من 100 سلب 40 يبقى الكل decade بقل سلب 20 DB يبقى هي دي البودي بلوت البودي بلوت الـ X Access بتاعها بيكون Frequency وعندي Critical Frequency 1 من 100 FC 1 من 10 FC FC ماشي بمقدار بضرب Critical Frequency اللي عندي بحشب فده بسمي Decade بقل عادي سلب 20 DB 40 DB برسم الأول برسم الـ Asim Tools باجي عند الـ FC وانزله سلب 20 DB أفضل نازل واجي عند بعد l-FC av-mid ده l-ideal طب l-practical لأ بنزل سلب 3 DB عند l-FC أنا ممكن ألاقي رسمة بالشكل ده كده وممكن عادي ألاقيها بالشكل ده كده أهو l-FC إن أنا أخد القيم العادية ما ما أعمل 0 DB ما أعمل 0 DB reference كده أنا عامل normalization طيب ممكن برضو ألاقي بالشكل ده كده يعني نفس الرسمة دي أهو هكده بيقل بالشكل ده كده هنا FC ألاقي واحد وقابليها 1 من 10 FC ألاقي 1 من 10 وهنا ألاقي 1 من 100 ها ولاقي هنا على المحور F على l-FC كده أنا عملت normalization على frequency أسمت على l-FC يبقى أعرف عند الواحد يبقى أنا عند l-FC بس هنا واحد مش d-B لا واحد بعد أما في الـVoltage أنا بحسب بال-D-B عشان كده بدل الواحد عمل تعصف 0-D-B يبقى كده ممكن أعمل normalization هنا على frequency ممكن أعمل normalization على المحور بتاع l-A-V لو لقيتها 1 يبقى أنا عمل normalization لقيتها 1 FC عادي يبقى أنا مش عامل normalization والFC ممكن إليها أوميجا وهنا أوميجا C الأوميجا الأف الفرما بين الأف والأوميجا الأوميجا بتسوي 2 باي F ضرب الفريقونسي في 2 باي دي كده البودي بلوت اللي عند شرحنا الأكتاف وقلنا الأكتاف أنا ماشي بالضعب طب في الأكتاف قلنا في الديكيد بقى اللي سالب 20 دي دي بي لكل ديكيد أما في الأكتاف سالب 6 دي بي لكل أوكتاف لكل أوكتاف بقل 6 دي بي أما في الديكيد بقل سالب 20 دي بي والأغلب دايما بنلاقي الرسمة بالديكيد هنا بيقول لي أنا عندي الميد رينج بولتش جين of السرطين أمبليفاير مية يبقى الAV ميد بيساو مية دا كده مش دي بي عايز أحولها الدي بي يبقى 20 لوج المية بقول الارسي امبوت سيركيت هاز a lower critical frequency الFC بتاعي بيساو 1 كيلو هيرتز دي بيساو دي بيساو دي بيساو دي بيساو 20 20 لوج القيمة اشوف الـ 3 دي بي بيساوي كام يبقى 10 اص ادي هنا بنزل سالب 3 دي بي يبقى سالب 3 على 20 هيديني قيمة الـ X اللي هي هتطلع لعملتها الكالكيوليتور 0.7 او 7 يبقى كأنني بضرب الـ voltage gain في 0.7 او 7 بضرب الـ voltage gain 0.7 او 7 لو نلاحظ كده الضرب في العادي بيقابله نيجا طرح في يعني انا مسلا هنا بضرب ولكن عشان هنا القيمة بنيجاتيف 3 دي بي بطرح 3 دي بي فبقابله ان انا بضرب 0.7 او 7 في قيمة الـ voltage gain يبقى الطرح هنا بقابله الضرب في ان انا بضرب القيمة 0.7 او 7 ان انا طلعتها في 100 طيب لو انا عايز اجيبها بالدي بي عادي يبقى 20 لوج المية ناقص 3 دي بي هيدين الكم بتاعتها طيب انا دلوقتي لو عايز احسب عندي الميت هيرتز كأن ضربت الواحد كيلو في واحد من عشر يبقى واحد من عشر او تس عند الواحد من عشر انا قليت 20 دي بي بنان على الاسميبتوتس بتاعت انا قليت 20 دي بي سالب 20 دي بي يعني واحد من عشر يعني انا لو حولت عشر او سالب 20 على 20 يعني واحد من عشر يبقى ضربت الفولتش جيل في واحد من عشر يبقى 10 وهكذا بالنسبة للعشر واحد من مية يبقى ضربت واحد من مية في كم تنمية انا دلوقتي لو عايز احسب انا عندي خوادي الار امبوت قادي الفي امبوت والفي بيز قلنا الفي بيز لو هتلا ما عندي مكسف هيعمل ما بين الفي بيز والفي امبوت بمعنى انا قلت ان عندي الفي بتساوي مثلا لو جينا نشوف هنا ار امبوت على ار امبوت زي ما جيبناها هنا ار امبوت على ار امبوت ناقص في الفي امبوت الفي بيز هتساوي على ار امبوت على ار امبوت ناقص جي اكس سي في الVM اتعلمنا نجيب الماجنيتود ازاي طب دلوقتي عايزين نجيب الفيز نجيب الفيز ازاي الفيز بيساوي السيتا يعني السيتا بتساوي الفيز بتاع البسط نقص الفيز بتاع المقام طيب الفيز نجيبه ازاي 10-1 دايما الفيز بيساوي 10-1 جزء الامجنري على الرئيب طيب لو انا عندي بسط ومقام يبقى فيز البسط نقص فيز المقام يبقى 10-1 البسط جزء الامجنري بصفر على الرئيب نقص 10-1 الاكس سي سالب الاكس سي على الرئيبوت 10-1 الصف هتساوي صف نقص 10-1 الاكس سي على الرئيبوت زي ما واضح بالشكل ده كده طيب لو انا اشغال عند اللو فريكوانسي لو انا اشغال في الميد رينج الاول يعني الميد رينج يعني قيمة المكسف بتساوي صفر يبقى الفيز بتساوي صفر يبقى كده الفيز ما بين الامبوت والاوتوبوت هيساوي صفر وهو ده اللي انا عايزه طيب لو قابل كده ده مش بس هيعمل لي قابل اللو فريكوانسي او قابل الكريتيكال فريكوانسي مش هيقلل الجنوب بس لا ده هيعمل لي فيز شيفت ما بين الامبوت والاوتوبوت ده برضو مشكلة او از عند الكريتيكال فريكوانسي الفيز شيفت بيساوي 45 درجة طيب كل ما بقلل الفريكوانسي اكتر بيوصل لتسعين درجة يعني الفيز شيفت اللي ده الفي سي كل ما بكون قابل الفي سي بيوصل لتسعين بعد الفي سي في الميد رينج بيقل اللي بيكون تقريبا بيوساوي صفر طيب الفيز شيفت يعني ايه اه يعني انا عندي دلوقتي الفي امبوت واخدها بالشكل ده كده المفروض انا عايز اول ما داخل الفي امبوت بتساوي صفر الاقي الفي امبوت برضو القيمة بتاعته بتساوي صفر وماشي مع الفي امبوت لا لما دخلها الفي امبوت بتساوي صفر الاقي الفي بيز لها قيمة عالية فده كده فلما نجي نكمل الرسمة بتاعتها كده كأن الفي بيز بتاع الفولتاج بادئ او سابق الفي امبوت علشان كده لما بنقول في مكسب بقول الاوتوبوت بيليد بيليد يعني ايه الايد يعني بيسبق الفي امبوت يبقى كده لو انا اشتغل قبل الكريتكال فريكوانسي بيعمل ليه بيقلل للجين وبيزود لي ما بين الامبوت ما بين الامبوت علشان كده لازم نتنعرض قيمة البي ال 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 علشان نبدأ نشتغل بعدها طيب لو انا عايز اشتغل على الاوتوبوت ار سي اللي هو السي تلاتة قادي ناخد السي تلاتة مع الار ال ونبدأ نشوف الار اوتوبوت اللي انا شايفتها قلنا في مقاومة هنا ولكن هنخليها ملا نهائي فهنشوف الار سي بمعنى نرسم كده اهو جزء التاني ارباي بيتا اي بيز او جي ام في البي باي مش هتفرق كتير وادي الار سي وادي المكسف وادي الار اي ماينفعش اشتغل عليها بالشكل ده كده هدي السيركت بتاعتها احولها السيفنن سيفنن بيعمل ايه بيشوف المقاومة اللي انا شايفها من هنا الار سي بس ننسل ده ده نورترن بنحاوله السيفنن فبيتحول هنا ار سي وادي بغض النظر على الفولتج سورس قيمته بتسوي كم ما يهمنيش بلازم حاولها الفولتج سورس مع المقاومة تمام اجيب الاف كريتيكال ازاي اشوف مجموع المقاومات اللي عندي حصل ضرب المكسف في اتنين باي يبقى اتنين باي في ار سي زاد الار ال في السي ثلاثة يبقى انا كده جبت الكريتيكال فريكوانسي بتاع الاول ودي الفيس شيفت زي ما شرحناها من شوية وهنا نشال السالب مع السالب اللي قدام التاني تان ماينوس ون يبقى كده يهمني ان انا جيب المقاومة جبت المقاومة اللي هي الار سي يبقى ار سي مع مجموع المقاومات ار سي زاد الار ال نضرب في قيمة المكسف جبنا الفريكوانسي اللي عندي طيب بالنسبة للباي باس ار سي سيرك نبدأ نشوف كده هنجيبها ازاي هبص منهم طيب انا عندي ادي اول حاجة المكسف اللي هو السي اتنين وبعد كده الار اي نبدأ نشوف ايه المقاومات اللي انا هشوفها في عندي اول حاجة هتقابلني ارباية طيب الار باي اللي موجودة عندي موجودة في البيز نبدأ ننزلها تحت في الار ايه 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 بقى نقسمها على بيتا زاد واحد ده اول حاجة وده المكسف ده شورت سيرك نبدأ نبص هنا اه عندي مقاومتين وفي مقاومة معهم ار اس نجيب لها سيبن لان الشكل هنا المقاومة دي جراوند يبقى انا عندي كده اهو ار واحد دي توازي مع الار اتنين اهو انا عندي الار اس اه نعمل ايه على طول نجيب لها سيفنن سيفنن هيلغي البي امبوت ويخلي الار اس يبقى انا عندي ار اس يبقى الار سيفنن ار اس توازي مع ار واحد توازي مع ار اتنين طيب سيفنن دي ننزلها تحت في الام متر اهو ننزلها تحت في الام متر هتبقى عبارة عن ار واحد زائد او توازي مع ار اتنين توازي مع الار اس على بيتا زائد واحد في البي امب الواوكد يبقى كده وصلنا للشكل ده طيب بالنسبة للشكل ده مجموع المقاومات هنا ايه نجيب تاني سيفنن للمقاومات اللي موجودة عندي سيفنن هيعمل ايه سيفنن المقاومة دي اكانسل البي امبوت واخلي ده جراون عشان كده شرحنا في اول محاضرة البي سيفنن والار سيفنن فبقى عبارة عن ايه مقاومة واحدة قيمة المقاومة الواحدة ار ايه برر المع الاتنين دول توالي ار باي على بيتا زائد واحد زائد ار واحد برر المع ار اتنين برر المع الار اس على بيتا زائد واحد وليكن نسمي دي كلها او ودي سي اتنين يبقى اذا ما يهمينيش الجهد اللي هنا الاف بتساوي اللي هي كريتيكال لو باي باس واحد على اتنين باي قيمة الار في قيمة السي اتنين فكرة كلها ازاي ان احنا نجيب استخدمنا ار باي نزلناها تحت في الامتر يبقى على بيتا زائد واحد بعد كده عندي مقاومتين ومعهم مقاومة تالتة الاسهل انا بعمل طبعا اسي اناليسز فدي هتبقى اجيب سيفنين سيفنين يخلي اني الدي امبود ده شورت سيركيت يبقى اصبح ار واحد توازي مع ار اتنين توازي مع الار اس انزلها تحت في الامتر اقسم على بيتا زائد واحد تمام كده انا برضو شكل المقاومات ده انا عايز اجيب لها اكويفلنت عشان اجيب لها اكويفلنت اخد سيفنين تاني يبقى ده في امبود هنا الار اي توازي مع الاثنين دول مع بعض يبقى انا كده ده التوتل لو فريكوانسي ريسبونس بتاع الامبلي فايل هنا فكرة اللي هنا بقى ايه انا عندي التلاتة فريكوانسي اهو لو رسمنا الاسمبيتوت بتاع التلاتة ادي ده الاول وده التاني وده التاني احنا طبعا هنشتغل على اعلى واحد اعلى واحد دايما هو اللي هنشتغل عليه طيب ايه اللي بيحصل هنا قلنا عند الكريتيكال فريكوانسي بيبدأ الجين يقل بمقدار سالب سالب 20 دي بي رايح فين رايح لحد لما يكون واحد من عشرة فسي طب اذا كان الاثنين فريكوانسي الثانيين قبل الواحد من عشرة من الف كريتيكال امبوت هو لسه ماسق ماشي بسالب 20 دي بي لحد ما يوصل عند ده يبدأ ينزل كمان سالب هيفضل ماشي يعني سالب 20 دي بي طب لو كانوا قابله يعني هو المفروض كان ينزل هنا هنا كده يكون سالب 20 ولكن الفكرة في ايه قلنا عند الكريتيكال فريكوانسي بيبدأ ينزل سالب 20 دي بي بس انا قبل ما اوصل لواحد من عشرة فسي قبلت كريتيكال فريكوانسي تاني يقوم ينزلني سالب 20 دي بي يبقى انا هنا كنت بنزل نازل سالب 20 دي بي وصلت الده نزلني كمان سالب 20 يبقى بقيت بنزل بسالب 40 قبلت واحد كمان ينزلني كمان سالب 20 يبقى نزلني سالب 60 دي بي يبقى دايما اهو انا انا مثلا هنا كنت ماشي اهو قبلت كريتيكال فريكوانسي نزلني سالب 20 دي بي المفروض هروح نازل بميل سالب 20 لكل دي كيد سالب 20 دي بي لكل دي كيد المفروض اوصل عند واحد من عشرة من الاف سالب 20 ولكن فيه اتنين كريتيكال فريكوانسي قبلوني قبله فالكريتيكال فريكوانسي بيعملي بنزل سالب 20 دي بي وصلت هنا فبدل ما كنت ماشي بسلوب سالب 20 دي بي لكل دي كيد فماشي بسالب 40 دي بي لكل دي كيد فماشي بسالب 40 قبلت واحد تالب ينزلني كمان سالب 20 يبقى اصبح نازل بمقدار سالب 60 دي بي لكل دي كيد طيب هنا انا لو عندي التلاتة كريتيكال فريكوانسي قيمتهم سابتة اسمها الاف كريتيكال كريتيكال يبقى التلاتة كريتيكال فريكوانسي قيمتهم سابتة قيمتهم واحدة يبقى انا عند الاف كريتيكال كنت بنزل سالب 3 لأ طالما التلاتة قيمتهم واحدة انزل سالب 9 كنت بنزل بسالب 20 يبقى انزل بسالب 60 يبقى دي اذا كانت قيمة 3 قيمتهم واحدة طيب بالنسبة لهاي فريكوانسي بقى امبلفير ريسبونس احنا بنشتغل على المكاسفات اللي موجودة عندنا دي قولنا بميلر هنجزق ده اللي هو ما بين الكوليكتور وما بين البيز فالدائرة تصبح عندي بالشكل ده كده عملتي AC analysis للدائرة بتاعتي R1 توازم مع R2 وعد الRS هنا C input Miller C input Miller اللي هو قلنا C ما بين البيز ما بين البيز والكوليكتور مضروبة في AV زايد واحد وهنا C output Miller قسمناه عشان يسهل الاناليسيس C V C AV زايد واحد على AV هبدأ اخد المكاسفات دي الوحدة السيركت دي الوحدة واخد السيركت دي الوحدة الانبوت الاولى اهو هنا عندي مكاسفين المكاسفين طبعا لما بيكونوا بجمعهم على بعض هيتبقى المقاومة دي اللي هي الار بويد ناخدها بالكلامة دي بس هنشتغل على نشتغل على الار بويد دايما ودي ار واحد توازي مع الار اتنين ودي الار اس لان انا هنا هاخد المقاومات دي بس برضو هبص من هنا لما بص من هنا هشوف الار بويد فهاخدها معاه في الاعتبار ادي الار بويد اهي علشان اجيب التوتال اكويفلنت اخد سيفنين من هنا دي يكون شورت سيركت فالتلاتة برر مع بعض بالشكل ده كده دي كده اربا طيب بالنسبة للاوتبوت ايبقى كده اللي بسميها كريتيكال ابر امبوت كريتيكال ابر امبوت طيب عندي لو بحسب على الاوتبوت اهو فيتا او الجي ام في الفي باي ودي الار سي اخد سيفنين الاتنين هكونوا برر مع بعض بالشكل ده كده وهدي ابدأ احسب الار سي او الار سي اللي هي ار سي برر مع الار ال والسي او توبوت ميلر ده طبعا التوتال هاي فريقونسي بتاع الامبليفاير تلاتة فريقونسي بتوع اللو والاتنين فريقونسي بتوع الهاي البندووتس بتاعي بيكون الفرق ما بين الاقل لقبر واعلى لو ده البندووتس بتاعي طيب في حاجة اسمها الجين بندووتس بروتكت الجين بندووتس بروتكت اللي هي حاصل ضرب الجين في البندووتس طيب ده بيحصل امتى اول حاجة لما بيكون الف كريتيكال ابر يعني ده البندووتس ودي الفولتش جين ميد اول افترض انا بافترضه بقول ان انا عندي البندووتس ممكن يساوي الف كريتيكال ابر ده بيحصل امتى لما بيكون الف كريتيكال ابر اكبر بكتير من الف كريتيكال لو فانا بقول تقريبا البندووتس بتاعي بيساوي الف كريتيكال ابر ابر في تعريف تاني عندي اللي هو اليونيتي جين فريكوانسي اليونيتي جين فريكوانسي اللي هو الف تي الف تي ده بيكون عبارة عن ايه ده الجين او ده الفريكوانسي الي الجين عنده بيساوي صف الجين الي الفريكوانسي الي عنده بيساوي 0 دي بي يعني ايه الفريكوانسي بيساوي 0 دي بي يعني ال V output بيساوي ال V input يعني ال A V بتسوح كده ما فيش amplification كده انا ما ينفعش استخدم ال amplifier بتاعي عند الفريكوانسي ده يبقى الف تي اللي هو اليونيتي جين فريكوانسي اليونيتي جين فريكوانسي اللي هو الف تي ده اللي عنده الجين بتاعي بيساوي 0 دي بي 0 دي بي يعني ال V output بيساوي ال V input خلاص ما بقاش فيه amplification طيب قيمة ال F تي دي بتساوي كم ال A V mid في الباندويتس يعني طبعا ال A V mid مش بدي بي قيمة عادية ادي الفولتش جيني القيمة بتاعت ال A V mid في قيمة الباندويتس يديني قيمة ال F T بتاعتي طيب بيقول لي علشان المعادلة دي تبقى مصبوطة لازم الجين بتاعي بيقل بسالب عشرين دي بي بس يعني انا لو جينا للتوتل هنا بيقل هنا بسالب عشرين وهنا بسالب اربعين بالرسمة دي كده ما ينفعش طيب فاحنا بنقول ده بيحصل امتى لما يكون فريكوانسي الفريكوانسي التاني ده متأخر شوي او عالي يعني ده الفريكوانسي التاني هيحصل وليكن هنا مثلا ال F يفضل مكمل معانا بعد كده يبدأ ينزل سلبر بعيندي بيه يبقى هنا ال F T ال unity gain فريكوانسي بيساوي ال A V mid في الباندويتس وده بيظهر علاقة عكسية ما بين الباندويتس والفولتش جين لو انا عايز الفولتش جين بتاعي يكون كبير بقلل الباندويتس ولو انا عايز الباندويتس بتاعي يكون كبير لازم اقلل الفولتش جين ده كده trade off ما بين الفولتش جين والباندويتس فعلشان المعادلة دي او الشكل ده يكون مظبوط لازم يكون عنده حاجتين شرطين اول حاجة ال F critical upper تكون اكبر بكتير من ال F critical low وكده الباندويتس يساوي او من F critical upper لحد الصدر وزي ما قلنا الشكل ده ممكن يكون في IC تاني حاجة سالب 20 db يكون بس هي اللي موجودة هنا سالب 20 db لكل دي او طيب انا دلوقتي عندي اتنين critical طيب كده المعادلة بتاعتي تكون مظبوطة وده الحاجات اللي انا بستخدمها او احد القيم اللي بتكون موجودة عندي في الامبليفار بتاعي ال Gain bandwidth product نبدأ بقى نوصل لهم حاجة وهو المسألة هنحل المسأل ونشوف هنبدأ نرسم ال Frequency Response بتاعي ازاي بيقول لي find الباندويتس عايز الباندويتس يعني انا نرسم ال Frequency Response لما البيتا بتاعة الترانزيستور ده بتساوي 200 ال CBE تمانية بيكو فراد و C او المكسف اللي ما بين ال Base والCollector بساوي اربعة بيكو فراد ببداية المسألة اول حاجة لازم نعملها لازم نعمل DC Analysis ليه نعمل DC Analysis لان انا هحتاج ان انا اجيب ال R-Buy طب ال R-Buy بجيب ال R-Buy بجيبها منين بجيبها من الجي ام والجي ام اللي عندي بتساوي ال IC على ال VT فلاقي القيمة بتاعتها بتساوي O-Point واحد و اربعة اتنين ال R-Buy بتساوي بيتا على الجي ام ساوي متين على القيمة O-Point واحد و اربعة اتنين هلاقي ان قيمة ال R-Buy بتاعتي بتساوي واحد وتسعة من عشرة كيلو دي اول حاجة لازم نعمل طيب تاني حاجة هنبدأ اننا نجيب الفولتش جين ميد الفولتش جين ميد طبعا ان القيمة بتاعتها هحتاجها بعدين فالفولتش جين ميد هعملها ازاي 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 ما احنا بنجيب الفولتش جين العادي اللي هو هنجليكت بمعنى هنخلي كل المكاسفات اللي موجودة في الدايرة و اده ده كده هيكون short circuit ده كده هيكون short circuit ده كده هيكون short circuit فانا لما اجي ارسم الموديل و ده short circuit لما اجي نرسم الموديل هنلاقيه بالشكل ده كده V input RS R1 لوازم على R2 positive negative V ball هنا R ball GM V ball R C توازي مع R L و اده هنا V output و R U1 طيب عايزين نجيب ال V output على ال V input في البداية هنا RS و اده ال V input او ممكن نقول عليها ان هي ال V S هنبدأ الاول اجيب لو قلنا مسلا هنا V input بتاعي هنجيب الاول فيه عندي طبعا قلنا V input او هنا V output على ال V input وفيه عندي V S ال V output على ال V S هبدأ الاول اجيب ال V output على ال V input طيب انا عند ال V output بيساوي ايه هيمشي كده و انا عند ال V output هعمل اينا positive negative يبقى سالب جي ام RC توازي مع ال R L ال V ال V اعلقتها بال V input ادي هنا ال V input هنا تبقى برضو هنا دي اول معادلة دي اول معادلة ال V input هو الجهد اللي موجود على المقاومتين دول ممكن ناخد كرشوف من هنا يبقى ال V input بتساوي ال V زائد الجهد اللي هنا ال current ال I E في ال R E واحد طب ال I E ده عبارة عن ايه بيتا زائد واحد في ال I base طب ما ال I base هو اللي بيمر هنا يبقى ال I base بيساوي ايه V by على R by يبقى انا عندي زائد ال I E بيتا زائد واحد V by على ال R by على ال R by في ال I E R واحد يبقى انا عندي ال V by بتساوي واحد على سالب واحد سالب واحد سالب واحد يبقى انا عندي ال V ال V out بتساوي سالب واحد على واحد زائد بيتا زائد واحد سالب واحد ثلاثة وخمسين وثلاثة من عشرة يعني ال V out بتساوي ثلاثة وخمسين وثلاثة من عشرة V input كنت انا جبت ال V output على ال V input طب انا عايز اجيب ال V output على ال V S هنا ال V input يبقى انا عندي ال R S ودي ال V S ودي هنا ال V input ال V input موجودة على مقاومة اسمها ال R input طبعا انا ما ينفعش وأنا شغال اخد ال R S مع ال V S اخد هنا الاول ال V input على ال R واحد توازم على ال R اتنين طالما هاخد الاتنين دول لازم اشوف ال R input اللي انا شايفتها من هنا طب ال R input هتساوي ايه ال R input ممكن اكتباه هنا كده انا شايف من هنا ايه R واحد توازم على ال R اتنين موسيقى بعد كده Z ت抵د ادي ادي ال R واحد توازم مع ال R اتنين توازم مع لو ممكن نرسمها يكون افضل اه دي. ار امبوت هشوفها من هنا كده. ار واحد توازي مع ار اتنين. بعد كده عندي في ارباي. بعد كده في ار واحد هطلعها فوق اضربها. ار اي واحد في بيتا زائد واحد. يبقى انا عندي ال ار امبوت هتساوي ار واحد توازي مع ال ار اتنين. توازي مع ال ار باي زائد بيتا زائد واحد في ال ار اي واحد. انا عندي كل القيم. ابدأ اعوض. هلاقيها تمانية ونص كيلو اوم. طيب انا عندي هنا. ال ار اس ستمية. ال ار امبوت تمانية ونص كيلو اوم. اعز علاقة ما بين ال في اس وال في اوتووت. طيب ما ال في امبوت دي بتساوي من العلاقة دي. في اوتووت على خمسة ثلاثة خمسة. في امبوت اللي هو في اوتووت على خمسة تلاتة تلاتة وخمسين وتلاتة من عشرة. هتساوي ال ار امبوت تمانية ونص كيلو. على ستمية زائد تمانية ونص كيلو. في ال في اس. يبقى في اوتووت على ال في اس اضرب تلاتة وخمسين وتلاتة من عشرة. في كسر ده. هيديني. تسعة واربعين وتمانية من عشرة. وده اللي انا هستخدمه. طيب ده كده في البداية قبل ما احلت. قبل ما ادخل احسب للمكسفات بتاعها. طيب. نبدأ اول حاجة نحسب للمكسف ده. هنا في امبوت معها. ار اس والمكسف المقاومة اللي انا شايفها من هنا. المقاومة اللي انا شايف ده طبعا هيكون شورت سيركت وده شورت سيركت. المقاومة اللي انا شايفها من هنا عبارة عن ايه? ده كده بحسب اي سي انالسز يبقى ده هيكون نفس ال ار امبوت اللي انا لسا جاب. اهو هنا ارباي. المقاومة اهو نجي نبص كده هنلاقي. دي ودي على التوازي. ار واحد توازي مع ار اتنين. بعد كده هشوف ارباي. وادي المكسف. وادي الار اس. وادي الار اي واحد مضروبة في بيتا زايد واحد. يبقى انا هشوف هنا الار اس. دي طبعا كلها ار امبوت. توالي مع الار امبوت. ار سي. هنلاقي ادي المكسف. وادي المقاومة التوتل ار اس. زايد ار واحد. توازي مع ار اتنين. توازي مع ارباي. زايد بيتا زايد واحد. في الار اي واحد. هنا قيمة المكسف ده. واحد من عشرة مايكروفراد. قيمة المقاومات دي. ستة بوينت. تلاتة اربعة كيلو. ايبقى ازا? ات كريتيكال لو. امبوت. هيوساوي واحد على اتنين بايت. واحد من عشرة. في عشرة والسالب ستة. اربعة في عشرة والسالب ستة. هيوساوي. ميتين واحد وخمسين هيرتس. يبقى ده كده بالنسبة للفريكوانسي الاول. نروح بعد كده. للاوتووت فريكوانسي. المكسف اللي هنا. معانا الار ايل. ابص هنا. ار سي. يبقى هيكون. ار سي زايد الار ايل. يبقى هنا فور. الاوتووت. كمت المكسف اللي هنا? تلاتة وتلاتين من مية مايكرو. ايب انا عندي? واحد على اتنين باي. سالب ستة. ار سي زايد الار ايل. تسعة ونص. فعشرة بس تلاتة. خمسين وتمانية من عشرة هيرتس. نبدأ نشوف هنا. هنبدأ نبص هنا. الاتنين دول معاهم. ار اي واحد. توالي. معاهم ارباي. هبدأ نزلها تحت اقسم على بيتا زايد واحد. وابدأ شوف سيفنين من هنا. اللي هو التلاتة دول توازي مع بعض. زي ما عملناها من شوية. وانزلهم تحت اقسم على بيتا زايد واحد. انا عندي المكسر. بعديها الواحد ونص كيلو. بعد كده الار اي واحد. بعد كده ارباي على بيتا زايد واحد. بعد كده ار واحد توازي مع ار اتنين توازي مع الار اس على بيتا زايد واحد. اقص من هنا اخد سيفنين تاني. ابقى هديني مكسف مع مقاومة قيمة المقاومة الواحد ونص كيلو. توازي مع. مع المقاومة دي كلها ار اي واحد. ارباي على بيتا زايد واحد. ار واحد توازي مع ار اتنين توازي مع الار اس على بيتا زايد واحد. قيمة المكسف ميت مايكرو. المقاومات دي لما اجي احسبها. هلاقيها. اربعة واربين اوم. يبقى. الف كريتكال لو. اه باي باس. هلقيها بدو ساوي. ستة وتلاتين وسبعتاشر من المية هرتز. ده كده بالنسبة للو فريكوانسز. بالنسبة للهاي فريكوانسز. ابدأ اعمل اي سي اناليسز. ده هيكون شورت سيركيت هيكانسل المقامة دي. ده شورت سيركيت يتبقى لي ار ايه للتوازي مع الار سي. والار واحد فررل مع الار اتنين. يبقى هتكون بالشكل ده كده. وطبعا بعمل ميلر سيرم يعني انا بيكون عندي السي بي اي وبيكون عندي مكسف هنا اللي هو السي بيز كوليكتور. بشيله وببدأ احط سي امبوت ميلر وهنا السي امبوت ميلر زي ما تعلمنا في الميلر سيرم. طيب دلوقتي علشان اجيب القيم بتاعت الميلر الكاماستورز. اللي عندي اللي هي السي امبوت والسي امبوت. هاخد قيمة المكسف بتاعت البيز كوليكتور سي بي سي والقيمة دي بتكون اربعة بيكو فراد بضربها في الاي في زاد الواحد. حاجة مهمة هنا الاي في ده بيكون عبارة عن ايه. الاي في اللي هو ما بين الفي اوتبوت والفي امبوت. ما بين الفي اوتبوت والفي امبوت يعني ما بدخلش الار اس معي في الحسابات. هنا الاي في مد ده او الفولتش جين ده الار اس الجزء ده ما بيكونش داخل معي. بيكون من اول هنا الفي امبوت. يبقى الاي في او الفولتش جين اللي بحسب بيه الكاباستورز بتاعت الميلر اللي هو بيكون الفي اوتبوت على الفي امبوت. اللي هي قيمته بتسوي كام؟ تلاتة وخمسين وتلاتة من عشر. يبقى الاي في اللي انا بحسب بيه او اللي انا بستخدمه في حسابات المكسفات بتاعت ميلر ما بدخلش الار اس معي في الحسابات. طيب الجين بتاع الار اس انا بستخدمه على الرسمة بعد كده. اما هنا ما بستخدمش الار اس معي في الحسابات بتاعت الجين اللي بحسب بيها المكسفات بتاعت ميلر. يبقى دلوقتي اجي حسبه. هلاقي القيمة اللي عندي. ميتين وسبعتاشر واحد من عشرة بيكو فراد. وهنا تقريبا هتساوي اربعة بيكو فراد. طيب دلوقتي. هنشتغل على الامبوت سيركيت وعلى الاوتووت سيركيت. طيب بالنسبة للامبوت سيركيت انا عندي ايه? هنا في الحسابات العادية هياخد الار اس معي في الحسابات مش اي مشاكل. السيركيت دي كلها زائد المقاومة اللي هشوفها من هنا. هشوف ايه من هنا? هادي عندي اوصل الار باي هشوف الار باي توالي مع الار اي واحد. ولكن الار اي واحدة هطلعها فوق في البيز فهتتضرب في بيتا زائد واحد. يبقى كده هادي عندي الار اس وبعد كده ار واحد توازي مع ار اتنين. وبعد كده الار باي وبعد كده بيتا زائد واحد في الار اي واحد وبعد كده مجموع المكسفين. السي توتل. السي توتل دي عبارة عن ايه? المكسفات متوصلة انبراري. والمكسفات لما تلا متوصلة انبراري فلا باخد المجموع بتاعها. سي بي اي زائد السي امبوت ميلر. طيب انا دلوقتي المقاومات دي عايز اجيب التوتل بتاعها. هايخد سيفنل. من هنا كده اجيب الار سيفنل. فبيكون في جهد ودي هنا مقاومة وبتحوق ودي سي توتل. الجهد كنتو كان ما يهمنيش يهمني المقاومة. المقاومة لما يخد ار سيفنل هنا فدي هيكون جراوند يبقى التلات مقاومات على التوازي مع بعض. ار اس توازي مع ار واحد برر مع ار اتنين برر مع ارباي زائد بيتا زائد واحد ار اي واحد. المقاومات دي لو نيجي نحسبها هنلاقي قيمتها خمسمية اتنين واربعين قوم. السي توتل لما نيجي نحسب القيمة بتاعتها انا عندي ميتين وسبعتاشر واثنين من عشرة زائد اربعة هتديني ميتين واحد وعشرين واثنين من عشرة بيكو فرات. طيب انا عندي القيمة بتاعت السي بي بيتساوي تمانية بيكو فرات يبقى تمانية بيكو فرات زائد متين وسبعتاشر واحد من عشرة هيدييني ميتين خمسة وعشرين. واتنين من عشرة يبقى كده لما اجيي احسب الفريكونسي الاف هيساوي واحد على اتنين باي في سو مية اتنين واربعين في اتنين اتنين خمسة بوينت اتنين. في عشرة خصي سلب اتناشر هيدييني واحد وتلاتة من عشرة ميجا ارتز. هاروح للاوتوبوت عندي في الاوتوبوت هنا الار ال توازي مع الار سي ومكسف السي اوتوبوت ميلر. هذه مقاومة ار سي توازي مع الار ال. قيمة المكسف السي اوتوبوت ميلر اللي هو اربعة بيكو فرات وهنا القيمة دي اتنين وتلاتة من عشرة كيلو. ايبال اف. هنا ده كده هيبقى كريتيكال ابر امبوت. وهنا اف كريتيكال ابر اوتوبوت. واحد على. اثنين باي في. اثنين وتلاتة من عشرة في عشرة وسثلاتة. اثنين وتلاتة من عشرة ميجا هارتز. طيب لو عايزين نرسم الرسمة النهائية ممكن نرسمها هنا كده. هنا ممكن اخد ال اي بي اللي هنا اللي هو ال اي بي اس بقى. يبقى وانا بحسب ميلر لا الفولتش جيني اللي عندي هو ال في امبوت على ال في اوتوبوت مبدخلش الار اس معي في الحسابات. اما وانا برسم الرسمة دي عايز اعمل ال اي بي مد ممكن اخدها ال اي بي اس عادي ممكن اخدها ال اي بي عادي بس طالما موجود ال ار اس العاية يبقى اخدها ال اي بي اس. طيب انا عندي. القيم اللي عندي. ترددات. ميتين واحد وخمسين. وادي هنا. خمسين وتمانية من عشرة. وادي. ستة وتلاتين وسبعتاشر من مية. وادي هنا. اللي يكون واحد وتلاتة من عشرة ميجي هيرتز. وسبعتاشر وتلاتة من عشرة. ميجي هيرتز. لو هنرسم ال اسم بي توت. اللي هي الاي دي اللي عندي الاول. اهو. هنفضل نزلين كده هو بينزل بميل سالب عشرين دي بي لكل دي كيد. اول ما بيلاقي كريتيكال. هيلائي كريتيكال ثاني. هينزل سالب اربعية. هيلاء كريتيكال ثالة. هينزل. سالب ستةين. وهنا. هينزل بسالب عشرين. هيلاء كريتيكال. ينزل بسالب اربعية. طيب لو عايزين نرسم البراكتكال نيجي عند هنا ونعنزل سالب تلاتة دي بي ونيجي هنا دي كده ننزل سالب تلاتة دي بي ونبدأ يعني لجهوة شوية كده اهو لجهوة شوية يعني دلوقتي عايزة احسب الباندويتس الباندويتس اللي هو ده ترانزيستور هيشتغل هين يبقى الباندويتس هيساوي واحد وتلاتة من عشرة ميجي هيرتز نقص 251. وانا عندي الواحد وتلاتة من عشرة اكبر بكتير من 251 فبقول تقريبا واحد وتلاتة من عشرة ميجي هيرتز. ده كده بالنسبة للسينجل بالنسبة لفريقونسي في المالتستيج امبيليفاير انا عندي في حاجتين بل مالتستيج. يا اетьما انا عندي مثلا . الاستيج اولى وبعد كده الاستيج التانية هجيب نفس اللي احنا عملناه الاستيج الاولى برضو لنافس اللي احنا عملناه الاستيج التاني لو كانت مختلفة عن بعض لو كانت مختلفة عن بعض زي ما كده مثلا دي وليكن الاستيجي الاولى دي الاستيجي التانية دي الاستيجي التالت باخد دايما اعلى واحد عشان لو قليت هبقى قليل عن فالجين هجوز معا وهنا اخد اعلى واحد لاننا لو قليت اللي هنا هتبوز يبقى هما لما مختلفين هاخد اعلى واحد في اللو واعلى واحد في الهارض او قلي واحد اقلي واحد في الهارض طيب لو حسبت ولاقيتها متساوية فبالنسبة للو وبالنسبة للهاي لو بالنسبة للو يبقى اللو الحقيقي اللي عندي هقسم على الفكتور دا جزر ننقص واحد على انقص واحد الان عدد وبالنسبة للقبر هشوف القبر اللي انا جبته قديه واضربه في الفكتور دا دي كانت محادرة النهاردة اشوفكم على خير بإذن الله المحادرة الجاي ترجمة نانسي قنقر